موسيقى تبدي تستخدم برامج تصميم مثل برنامج فوتوشوب و هكذا حتى تبدي تي ان تقوم بالتصميم او تعديل على شخصية معينة و هكذا فطبعا على هذا الاساس يمكن انه استفاد من المتجر في الحصول على يعني الاسيتس اللي راح تبدي تشتغل عليها الخلفيات و الكارريكتر مثلا و هكذا فيمكن تذهب هنا على ويندو ثم على ذلك راح تبدي تجد عندك الاسيتس تور المتجر الخاص فيهم فتبدي تضغط عليه طبعا راح يفتح لك هنا فمفروض انه انت تعمل يعني تبدي تفتح المتجر فانقرح على هذا البوتن راح يبدي رسلك الى الصفحة الخاصة فيهم تنتظر بعض الوقت على انه يعمل لك اثنتيكيشن على الاي دي لانه لازم انه يفتح عندك في الاكاونت الخاص فيك اللي انت رابط على يونيتي طبعا مثل ما تلاحظ الان فتح على الاكاونت الخاص فيك مثل ما تلاحظه واللي في الاساس انا رابطه هنا على يونيتي هنا على اكاونت راح تبدي يمكن تعمل على الاكاونت الخاص فيك اوكي اذا مثل ما تلاحظ الان اه اندخلت على المتجر المتجر فيه مجموعة من الامور يمكن تذهب هنا على الاسيتس اللي احنا دي بنشتغل عليها طبعا وراح تشوف انه عندك مجموعة من الاسيتس كثري دي اذا اريدت ان تشتغل في ثري دي والتو دي ايضا وعندك التكستشار والماتيريالز المستخدمة عندك تيمبليتس عندك الانيميشن وعندك جي اي يعني غرافك هزر انترفيس وعندك الفي اف اكس تاثيرات الفي اف اكس وايضا عندك الاوديو اوكي طبعا هو هذا الشيء مقابل لموجود عندك في يونيتي لو تتجو هنا على يونيتي لما انفتحت المتجر رح يقلك هنا عندك اصلا داخل اليونيتي عندك بيكيج منيجر موجود عندك ضمن البكيج منيجر لو تبدي تضغط عليه رح يبدي يفتح لك نافذة هذه النافذة هي نافذة البكيج منيجر اللي هي عاملينها تضمين بشكل تلقائي داخل يونيتي اوكي واللي تضمن طبعا مجموعة البكيج اللي احنا شفناها بالاساس لو تبدي تغلقها وتشوف هذه هي البكيج هذي البكيتس اللي موجود عندك ضمن متصفح الملفات كل هذه البكيج المعنية اللي تضمن لك الانيميشن تضمن لك مجموعة من الامور البرمجية ومجموعة الامور الخاصة في اليو ايه اللي هي جميع الامور اللي انت شفتها بعملية مثلا هذه اليو ايه هذي تحتبر عندك بكيج يعني بدلا ان نصممها انت من الصفر او ايه يمكن تحتمد على الUI في عمليات التصميم وهذا الكلام نفسي يبدي ينعكس هنا عندك على المتجر يعني في ناس هم يصممون في الأساس مختصين في التصميم ويبدون يصممون شخصيات ويعني هذه الأمور ويبدون يطرحونها في المتجر إما بشكل مجاني أو يطرحها بشكل مدفوع فخلينا ندخل على 2D لاحظة راح يبدأ يعرض لك مجموعة البكتج الخاصة في 2D مبدئيا فاللي راح أبدأ أعمله راح أبدأ أظهر فقط اللي هي تكون عندك مجانية فقط اللي تكون مجانية لو تنزل الأسفل راح أشوف عندك هذا السعر يمكن تعمل فلتر علي فرح أقل له فري يعني أرض لي فقط اللي هي تكون عندك فري لاحظ كل هذه الأسفل اللي موجودة سواء كانت خلفيات أو سواء كانت للعبة هي مجانية بالكامل يعني يمكن تعمل عليها داونلود تعمل عليها امبليمنت داخل البروجيكت الخاص فيك فعلى سبيل المثال تلاحظ هذه عندك اللعبة أوكي هذه اللعبة لو تضغط كل وحدة منهم فيها كوك لوك يعني رأية سريعة تضغط على كوك لوك راح تشوف عندك مثلا فيديو يستعرض اللعبة يعني مبدئيا والمكونات اللي راح تبدأ لما تشتغل عليها تصل لهذا يعني لهذا المستوى وأيضا عندك هذه المجموعة الكائنات اللي هي مضمنة داخل اللعبة ضمن الحركات المعنية على سبيل المثال لو تبدأ الصفح هذه اللعبة أيضا راح تشوف أيضا فيديو يبدأ يشرح بعض الأمور عن الشخص اللي هو رافع هذه الباكيج أوكي وأيضا الكامبوننت اللي موجودة فيها أوكي هذه طبعا الباكيج اللي هي مجانية في باكيج مدفوعة طبعا تكون أفضل من ناحية إيش من ناحية التصميم ومن ناحية الكاركتر بشكل عام أوكي فإحنا طبعا خلينا نطبق على واحدة من هذه الباكيج حتى نبدأ نتعلم مجموعة الأمور الأساسية الخاصة في يونيتي اللي يتضمن لك يعني عملية التصميم والخاصة أصل فيزيائية وكيفية الانتراكتر راح تصير بينات أضافة لذلك لعمليات تحريك اللاعب بشكل عام داخل اللعبة وأيضا تصميم الUI بطبيعة الحال فخلينا هالكلام نبدو نطبقه على هذا المثال فكل عليك طبعا راح تبدأ تفتحه يعني ثم بعد ذلك راح تبدأ تعمل عليه إمبليمنت داخل إيش داخل داخل يونيتي فطبعا أنا عامل علي داونلود بشكل سابق فهنا راح يظهر لك داونلود فالآن تفتحه داخل يونيتي أوبن إن يونيتي فالآن طبعا راح يبدي يرجعك على يونيتي يرجعك على يونيتي ويبدي يفتح لك ويمكن تعمل عليه إمبليمنت بشكل مباشر هنا داخل الأسد إذن مثل ما تلاحظ الآن فتحه لك داخل يونيتي هذه التفاصيل الخاصة في اللي إحنا شفناها كل عليك الآن تنقر على إمبورت طبعا الآن راح يبدي يعملك إمبورت على كل يعني كل الكمبونت اللي موجودة عندك أصلا حتى السين المشاهد اللي هو مصممها أيضا هي موجودة ضمن هذا الباكتر طبعا أنا ما أحتاج إلى السين إلى المشاهد فأبدي أنزل للأس فرح تشوف عندك المشاهد فأبدي أعمل تشيك إن تشيك عالية أوكي ثم على ذلك أعمل إمبورت الآن طبعا راح يبدي يضيف لك مجلد خاص في اللعبة يعني في تفاصيل اللعبة يعمل إمبورتينج إلى الملفات فيه هنا في الأسد ضمن هنا أوكي لو تبدي تخير راح تشوف عندك المجلد الخاص في اللعبة طبعا لو تبدي تفتحها راح تشوف بكل التفاصيل المعنية الخاصة في اللعبة مبدئيا